موسيقى 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 وكمان ردود الافعال المتولية دايما وتمنى ان شاء الله دايما نقدم رسالة في الاهل خطة احمر هنا بقى محتاجين فعلا نقف عند نقطة مختلفة شوية يمكن كابتر رضو عبد العال عادة ليمارس هويته وهي الكلام اللي البعض منكم ورغم اعتزاز بيكم بياخدوا مصار الضحك السخرية المحتوى الترفيه اللي هو بيحاول يروح في سكته ولكن احيانا بيكون هو على طريقة دس السم في العسل ايوة لما نتكلم عن لاعب زي افشة صاحب القضية ممكن صاحب العلامة اللي هتظل تاريخيا راصخة في عقل كل مشجع اهلاوي لازم هنا نشوف اللي بيتقال ايه وليه والغرض منه ايه نطلع ونشوف الفيديو ونرجع نعقب تعقيب هام جدا على الكلام ده تعالى بقى على افشة لا افشة طبعا هيفرق كتير قوي وانا سامع انه هو جايله عرض انت بتقول في ناس من جماهير الناد اللي قالي مش مكتنع با افشة الله العظيم والله العظيم في ناس بتكلمني لما بعمل الفيديوهات وبتكلم على افشة كويس بتقوله انا مش عارف انت انت شايفه ازاي ده ده بقى هاللي العيب في الايه لو مش عاجبكو بقوب يعني لو انتو مش عاجبكو دي اراء اراء جماهير ودي ما فيش مشكلة فيها كتن لكن ادارة وتأثيره جوه الملعب ده ادارة ادارة فنية ده انا نتكلم على الجماهير على الجماهير اه انا مش كله كتن تأكيد ما بص الادارة لو هو فيه البديل هيمشه انما دلوقتي ما فيش بديل لقافش في بديل هو مفروض كان الاقرب نصر مهد لكن الرجل مش تختار بيه خلاص هو حتى نصر كمان لما بيلعب ما بيدي لكش الاحساس ان هو عايز يلعم فعشان كده انا بقولك اوه لو وخده مني ثقة لو انت دلوقتي جيت وقلت قافشة يمشي كل الجماهير اتقولك يمشي نصر ماهر قده متمر ونصر ماهر لو خد مكانه هيكسر الدنيا بيقوله كده هم هم بيحبوا نصر ماهر عشان ان ده ابن النادي الاهلي طب ما نصر جيه وما اثبتش جدارة والراجل دلوقتي هو الوحيد من اول الموسم لغاية ما تصاب المطش اللي فات هو الوحيد اللي وقف على رجله كلام خطير قوي وكلام يستحق وقفه ليه لانه هو ملعوب بطريقة يمكن كابتن رضا عبدالعال كان حريف في الملعب وحاول يبقى حريف قوي ومهاري قوي في ازاء النادي الاهلي ليه؟ لانه هو عمل انه هو محامي افشا حط نفسه في موضع المدافع عن افشا تعتقد ان الكلام اللي بقوله في حق افشا جيد ولكن في نفس الوقت حط على لسان جمهور النادي الاهلي ادلة الاتهام والضغط على افشا حط ان جمهور النادي الاهلي بيقول لو افشا مشي قال لفظا كل جمهور النادي الاهلي عاي يقول احنا قاعزين ويمشي افشا اعتقد دي داخليا من اثار القضية اثار القضية بس مش اي حاجة تانية هي اللي ممكن ذهنيا تخليك بتحلم في اللحظة اللي انت تتخلص منها من كبوس افشا وصداع افشا وتجيب ده على لسان جمهور النادي الاهلي جمهور النادي الاهلي اللي عمل من افشا حكاية بيرددها جمهور النادي الاهلي هو اللي التكف باعلام ولبس تشيرتات عليها افشا وعليها رسمة افشا جمهور النادي الاهلي اللي هو بيتغنى بلاعب زي افشا وكلمة القضية ممكن لم يحدث من سنوات ويمكن تحديدا من بعد فكرة هدف ابو تريكا الشهير في الصفاقسي يمكن ده اخر هدف كان ليه تأثير الجماهيري ده يمكن جمهور النادي الاهلي ارتباطه بافشا هو اصبح حاجة حتمية بيتمتع بيها افشا وعارفها كويس قوي حب افشا للنادي الاهلي شيء مهم ولكن كمان شعوره بالجمهور افشا عارف يعني ايه بقى ايكونة عند جمهور النادي الاهلي افشا اللي شبهنا اللي عامل زينا افشا البسيط اللي بيفكر زي الجمهور اللي قال جي لابو تريكا واق الجمعة راجع وانت عايز دا يا كابت الرضا ما يحصلش افشا اللي دلوقتي دايس على نفسه في العلاج اللي جاي على نفسه اللي كل الجمهور عمال يكتب كل يوم ملحمة جديدة عن افشا بيعملها عشان يرجع الملعب افشا اللي بقى عند جمهور النادي الاهلي في حتة تانية خالص تأثيرا ونتيجة وكل حاجة عايز تطلع جمهور النادي الاهلي ناكر للجميل لا افشا لاعب بيدي النادي الاهلي باحتراف وجمهور النادي الاهلي بيحبه باحتراف وبانتماء لان جمهور النادي الاهلي قادر على الفرز جمهور النادي الاهلي هو اللي بيشوف افشا وهو بيرجع فدوري أبطال أفريقيا بيطلع كرة من على خط المرمى وأنا ياسف في أحد المباريات لأنه عارف كويس قوي أن أفشا لعب بيهين نفسه في الملعب وأنا بعني اللفظ ده بيجي على نفسه ما بيفرقش معاه ومسيماني قالها قال أفشا أعدت اتكلمت معاه قال لأنا عايز أصنع تاريخ للنادي وأنا قلت له وأنا حساعدك عشان تعمل ده هو ده أفشا هو ده أفشا اللي جمهور النادي الأهلي بيحبه ولا يمكن طريقة الكلام دي تخلي بعض من جمهور النادي الأهلي ينسى اللي أفشا عمله واللي لسه حيعمله كمان محتاجين نشوف أفشا اتقال عشان قبل ما ييجي النادي الأهلي عمل إيه إن فعلا اللاعب يستحق التقدير وحب جماهير النادي الأهلي اللي عمرك ما أتغيره يا كابتر رضا نطلع ونشوف الفيديو ده أفشا كان بينزل تمرن مع العمال مع العمال إزاي؟ أهو الله قات هفشا يقولك الموضوع ده يعني مع العمال أيه طبعا كان في فترة نزل كان دي صبر مع الإدارة برضو أبلغه أفشا أن الرجل مش عاوزك مش عاوزك معه في المعاسكر في المجموعة فكان أفشا طبعا كان في وقت اللي جايله زمالك وأهلي فبيخليوز مرن لوحده زي موضوع أنا كده لما كنت بتمرن لوحد السنة الفات مع المدربين مش مع العمال يعني لا كان بيروح والله أفشا كان بيلاقي عمال ما كانش كانش فيه حد بيروحي مرنه والله سيزا بكلمك اطلع لا مش تقلينا نكمل من العمال يعني لا العمال لا نسفه دماغنا بالضبط كان بيروحي لاقي العمال ما هو أفشا لوحده فجم بيعمل ليه بك يا أفشا اتعرفه إيه آه حبوبه되는 فبيأخدها بالهم والبان لحد ما ربنا أكرموا دولوقتي وتشوفها أفشا فين دولوقتي ماشا هو ده أفشا اللي عايزنا ما نحبهش هو ده أفشا اللي عايز جمهور المنادي الاهلي ينسى لحظاته ينسى القضية وينسى كل اللي بيعمله على فكرة الرسالة دي مش لجمهور النادي الاهلي جمهور النادي الاهلي ما بينساش اللاعب اللي بييجي على نفسه عشان النادي وإحنا عارفين كويس مكانة قفشة عند الجمهور ولكن هي رسالة لكل من يعتقد أن بإمكانه أنه هو يعب بس بعقل جمهور النادي الأهلي صعب قوي صعب قوي لأن جمهور النادي الأهلي اللي أنت فاكر أن أنت حتضحك عليه هو اللي بيتفرج عليك وبيعتبرك فاكرة كوميدية وقاعد بيضحك وأخيرا ما فيش أفضل من لسان البسطاء الناس اللي شبهنا وشبه أفشة واللي أفشة طلع من طينة أرضهم ومن جمالهم ومن شمخهم ومن فرحتهم اللي طلع من القلب نشوف الفيديو ده عشان نعرف أفشة في قلوب الجمهور عامل إزاي أفشة 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 طيبين البسطاء الودعاء ما بتحكش عليهم أبدا خليك فاكر ديك كابت الرضا أفشة